خلينا ننتقل مع حديك المحور آخر بعد كورونا ما الذي ده غير؟ خلينا نسيب له حديك السؤال المفتوح يعني بشكل أو بآخر لأنه الحقيقة كان في حمل كبير هنا على الوزارة نظراً أنه منتكلم العالم كله كان قاعد في البيت وليس الدولة المصرية فقط حديك تحدثت كثيراً عن ساعات ذروة اللي زادت بشكل مهول خلال الشهور اللي كنا عادي فيها في البيت في أنظمة كثيرة تغيرت فيما يتعلق بحياتنا اليومية أبرزهم نظام التعليم عن بعد الأعمال اللي بقت من خلال المنازل في ضغط كان على الشبكة المصرية إيه اللي حصل بعد الجائحة؟ وهل في بعض الخدمات فوعلت بشكل أسرع؟ يعني إحنا يمكن زي الأيام دي السنة اللي فيت كنا نتكلم عن تحول رقمي وكأنه اختراع هل يا دكتور بعد الجائحة بقى فيه تفعيل أسرع لهذه الخدمات على الأرض واستخدام الناس؟ بالطبع فإن زي ما حالك تفضلت ساعات الظروة استطالت لأكبر من 16 ساعة في اليوم الأحمال زي تضاعفت لمتازة تضاعفت خلال فترة الجائحة وده أمر طبيعي لأنه زي ما حالك تفضلت الناس قاعدة في البيت وبتستخدم الإنترنت لكل أنشطة حياتها من تعليم من عمل من ترفيه من متابعة للأخبار كله من خلال الإنترنت فكان طبيعي أنه الأحمال تزيد على الشبكة لكن الحمد لله الشبكة احتملت هذه الأحمال وده الحقيقة الفضل فيه يرجع لمشروع لتطوير الشبكة قامت بزرطة التكنولوجيا المعلومات بتنفيذه في خلال عام 2019 بكلفة قدرها 30 مليار جنيه لو لهذا المشروع حقيقة لما أمكن للشبكة أن تستوعد هذه الأحمال شاهدنا مثلاً امتحانات المرحلة الثانوية تجرب الكامل على الإنترنت دون شكوة واحدة مجلكوا الشكاوة يا دكتور؟ الحمد لله مجلنش ولا شكوة فده الحقيقة إنجاز الناس تستخدم الإنترنت زي ما قلنا في التعليم بالعكس اعتحنا كل منصات التعليم التي حددتها وزارتها التربية والتعليم والتعليم العالي مجاناً للطربة لكي يقبلوا أكثر على الاستخدام وهذا أمر محمود وهذا أمر نتمنى أن يستمر بعد زوال الجائحة إن شاء الله لأن الناس أدركت سهولة التعلم من خلال هذه المنصات والفوائد التي أستمتع بها من أن أنا أتلقى التعليم وأنا جالس في منزلي دون عناء النزول أو عناء الصفر أو عناء الحركة كذلك العمل من خلال الإنترنت والي أصدقاء وأبنائي شخصياً يعملون منذ أكثر من ثلاث شهور من خلال الإنترنت من المنزل بنفس الكفاءة بنفس المعدلات الأداء والإنتاج فالناس أدركت أن هذه الوسيلة التي ربما البعض كان يعزف عن استخدامها لأن طبيعة الإنسان أنه يعني بعض الأحيان يتردد فيه الإقبال على ما هو جديد أصبحت الآن مسألة اعتيادي واعتدنا عليها توقع العالم كله وليس توقع الشخصي أنه بعد زوال الجائحة بإذن الله ستستمر النيو نورمل ده اللي هيكمل يعني مع العالم كله بزر